إدراب يفوق 14 يوماً لعمال النظافة بمدينة الرباط وقفة احتجاجية جديدة يخدها العمال أمام مقر وزارة التشغيل المطالب كثيرة وعلى رأسها توحيد الأجور، تعميم المنح وتوفير مستودعات للملابس وحمامات للاغتسال بعد يوم شاق من العمل وبالنسبة للإحتجاج، أنه حق مشروع العمال هم اللي واقفين مضربين هم اللي خارق القانون جيبين عمال بلسط عمال مضربين والمدوانة دير الشغل تقول ممنوع تجيب عامل بلسط عامل مضرب هم اللي خارق القانون إدراب يعرف مشاركة واسعة خاصة لعمال شركتي أفيردا وصولانتا المفوض إليهم تدبير قطاع النظافة في الرباط وهو قطاع انتقلت الميزانية المخصصة له من 13 مليار سنتيم إلى 24 مليون سنتيم هو فعلا مشكل للقطاع النظافة على مستوى مدينة الرباط يعيش عدة مشاكل وخاصة في الأوينة الأخيرة بسبب الإدراب اللي خادوه مجموعة من العمين في هذا القطاع لأنه الشركات الأربع المفوض لهم في هذا القطاع لم تتم تسوية الوضعية المجموعة من العمال ونحن كمنتخبين محلين نحن مع الطبقة الشغلة من أجل يعني فتح واحد الحوار اللي هو جد مع النقبات لتسوية الوضعية ذي لهم ورفع الأجور وتستعين شركات النظافة هاته بعمال مؤقتين مركزة في عملها خاصة على الواجهات والشوارع الرئيسية إلى حين العودة إلى طاولة الحوار يتوصل إدراب عمال النظافة هنا بمدينة الرباط إدراب من المتقب أن يمتد إلى الأيام المقبلة وسط استنكار شديد لسكان مدينة الأنوار لما آلت إليه أوضاع النظافة بأحيائهم كانت معكم رجاء فضلي وكمال غنيم لقناة ميدي أنتفي من مدينة الرباط